محلاك يا بلادي محلاك بأطباغك الشهية المتنوعة البنات اليوم اجبت لكم واحد الطبق اللي هو معروف هنا عندنا في المغرب الكسكس المغربي بتنوع دياله بأشكال دياله من منطقة المنطقة من الشمال والجنوب كل بلاد تتميز يعني بطريقتها بصنع الكسكس المغربي ودعبا كما تعطوا البنات الناس تفنوا فيه ولا كسكس بريستيج يعني غير شوفه فيه كتشاي وكتشبه ما شاء الله معستكم البنات المعضاق بيكون رائع 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 كانتمنى ان هالفيديوين الاعجاب ديالكم وتفعلوا معاه وكانتمنى انني يكون حصن الطن ديالجاميع ويكونوا للمحتويات ديالي يعني مفيدة ما تنسى وشالبنات الضغط على زرس التشراك تفعل الجرس باش يسلكم اي جادين ان شاء الله وانا معكم باقار الكسكس المغربي اللي ما يمكنش كل جمعة كل واحد فينا ضروري انه يحطوا حد طبق اما من الكسكس او من بلبولة او لباداز مهم جميع اشكال دياله جميع نوية القبح اللي كاتستعمل فيه انتم معارفين البنات الكسكسو يعني كيجي مع الخضر كيجي مع تفاية يعني يقدر يكون حلوي يقدر يكون مالح التنوع دياله كي يعني التنوع دياله كيمتاز من منطقة المنطقة عدنا هنا في المغرب وكل منطقة كتنستيق منطقة اخرى يعني على حسب طبيعته يعني طبعا دياله كيجي على حسب المنطقة كما تعرفون البنات أن الكسكس المغربي يتميز من المنطقة المنطقة كما قلت لكم والتنوع دياله هو أهم شيء وليك يعطيها ذاك الراونة وذاك الجمالية كما تشوف في الصور كنتمنى أن الفيديوين الأعجاب ديالكم بصدق وتفعلوا معاه ويخلينا بلادنا ويخلينا الخيرات ديال بلادنا تبارك اللوصة يعني من كل فني الطرف كنتمنى أنه هنا الأعجاب ديالكم وصحة شهية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر